على اهتمامها بالقسم العربي وهم عندهم قرار أن يزيدوا ساعات البث العربي إلى بضع ساعات وعندهم أيضا طموح أن يفتحوا قناة بالعربية مستقلة وهذا واجب على حال نحن الآن في عصر نحتاج فيه إلى المزيد من القنوات التي تقدم الإسلام الأصيل من كتاب الله من سنة نبيه من سنة نبيه التي بيّنها أهل البيت سلام الله عليهم ونرى في عصرنا أنه يوجد لابن تيمية ثلاثين أربعين قناة وما يوجد للنبي أهل البيت إلا بضع قنوات ومحدودة في إمكاناتها في وقتها في ظروفها والقنوات التي فيها حرية أن تقدم الفكر أهل البيت عليهم السلام مع قائدهم مقليلة جدا تجد أن ظروف القنوات ما تسمح لها أن تتكلم بحريتها أملي بالله عز وجل أنهما تمضي سنون قليلة حتى يكون عندنا مئة قناة تتكلم بحرية في بيان مسائل القرآن والإسلام ومعالم مذهب أهل البيت سلام الله عليهم إخواني الأعزاء من المعروف أن الإسلام الإسلام عقيدة وشريعة ما معنى عقيدة وشريعة عقيدة يعني حقائق يعقد عليها القلب هذا معنى عقيدة لماذا سمي الإمام بالله عز وجل يسمى عقيدة عندما تعقد عليه قلبك يعني مبررات الموضوعية واضحة ودليل واضح وعقدت قلبك على هذا وانسجمت معه العقيدة بالله عز وجل برسوله بما أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وآله باليوم الآخر بالملائكة بالحساب هذه تسمى عقائد والشريعة والأحكام الشرعية التي تشمل كل مجالات الحياة من عبادات ومعاملات أحكام الصلاة الصوم الحجل الزكاة أحكام التجارة أحكام تتسع لكل مجالات الحياة هذه هي الشريعة العقيدة الإسلامية يعني ما يجب على المسلمين أن يعقدوا القلب عليه أو ما عقدوا القلب عليه يعقدون القلب عليه يعني يؤمنون به ومن المتفق عليه ليس فقط عند المسلمين عند كل العالم أن أعظم عقيدة تؤثر في حياة الإنسان وأثرت في مسيرة البشرية كلها الاعتقاد بوجود الله سبحانه وتعالى وصفاته إذن العقائد الإسلامية أولها وأهمها الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى الاعتقاد بالله ورد عندنا في تفسير فطرة الله التي فطر الناس عليها تفسير هذه الآية الكريمة أن الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي الاعتراف بوجود الله وتوحيده معا يعني خالق لهذا الكون موجود وهو واحد وجوده ووحدته عز وجل هي الفطرة ولكن الناس ينحرفون عن الفطرة عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن في العالم توحيد كان وثنية ومجوسية وتصنيم أنواع من التصنيم في العالم كان موجودا رفع راية التوحيد صلى الله عليه وآله ورد كل أنواع الشرك جاء النبي صلى الله عليه وآله شعاره لا إله إلا الله لا إله يعني رفض الآله المدعات يعني هذه البراءة رفض الآله المدعات كلها إلا الله إثبات عقيدة وجوده سبحانه وتعالى وتوحيده طيب المسلمون أتخذوا بهذا وتكونت الأمة ونزل القرآن ودرس المسلمون آيات القرآن وحملوا راية التوحيد وانطلق المد الإسلامي شمل المنطقة ولله الحمد واتسع إلى العالم وعرف المسلمون بأمة التوحيد يعني الذين يوحدون الله سبحانه وتعالى وينزهونه ما يقبلون أي نوع من التصنيم له عز وجل ما يقبلون أي نوع من الوثنية هم موحدون يؤمنون بأن خالق الكون عز وجل كما أنزل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهو سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ليس من نوع المادة ليس من نوع الهواء ليس من نوع النور عندما نقول نور الله نور السماوات والأرض يعني نور النور ليس النور المادي نور معنوي ليس هذا الأشعة المادية ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هذا توحيد المسلمين المنسجم الذي هو مع الفطرة دخلت على المسلمين أفكار وثنية يهودية دخلت على المسلمين وفي متى دخلت في أول في القرن الأول بعيد وفاة النبي صلى الله عليه وآله نشط كعب الأحبار واليهود وخاصة أن الخلاف اعتبرته مستشار وبدأ يبث لما وصل لعائشة أول ما بثوا أن النبي رأى ربه يعني بعينه لما وصل الخبر لعائشة ثارت وثورتها مسجلة في البخاري لكن الوهبية ما يقبلونها هو يسيئون إلى عائشة ويتكلمون على عائشة ويقولون لا غلط عائشة حاضرين حاضرين ربما حاضرين أن يسبوا عائشة لأنها ترفض تجسيمهم المسألة أنه بدأ اتجاه في التجسيم وهذا الاتجاه رفضه أهل البيت عليهم السلام بوضوح في جلسة لأمير المين عليه السلام في دار الخلافة مع كعب الأحبار وبحضور عمر بن الخطاب سفه أمير المين سفه كعب الأحبار سفهه أخطأت وأخطأ قومك ما هذا الكلام جيبنا الوثنية إلى ديننا يا ابن اليهودية هذا ليس مجاله الكلام أن الأمويين تبنوا التجسيم تبنى التجسيم الأمويين صار هناك توأمة وتقبلوا وكعب الأحبار نشط نشط بأنواع من أوصاف الله وحاول يفسر آيات الآيات التي فيها تنزيه تبنى الأمويون التجسيم الكامل الذي جاء به كعب الأحبار رب تلامذا حوالي عشرين شخص كانوا يأخذون من كعب الأحبار ويبثونه يبثون أفكار وبني أمية تبنوه ويكتب لخلفاء بني أمية دفاتر ويتبنون دفاتر كعب الأحبار إذن بدأ التجسيم ينتشر توأما مع النصب لأهل البيت عليهم السلام أنا وجدت بغضا لأهل البيت تجد معه التجسيم أنا وجدت تجسيما تجد معه البغض لأهل البيت عليهم السلام لماذا؟ لأنهما نبتا من أعداء أهل البيت من كعب الأحبار ومن بني أمية من منبت واحد التجسيم والنصب توأمان هذه ظاهرة في عصرنا في عصرنا الحمد لله أن المسلمون أتباع المذاهب الأربعة بمراكزهم العلمية التاريخية الأزهار جامعة القرويين جامعة الزيتونة علماء أندونيسيا علماء الطرق الصوفية في أفريقيا الحواضر العلمية في العالم مصادر المسلمين كتبهم المعتبر المعتمدة بشكل عام من كلها منزها لله عز وجل أن يشبهه شيء منزها عن التجسيم منزها عن الرؤية بالعين العين يعني العكاس شعاعي ما يمكن أن ترى عينك إلا جسم ينعكس عليه الشعاع حتى يأتي إلى عينك إذا الله صار محدود وصار جسم ما يمكنه أن يكون خالقا صار مخلوقا خلاصة الأمر أننا نحن في عصرنا ولله الحمد المسلمون كلهم منزهون يعتقدون بالتنزيه وأن الله لا يرى بالعين يرى بالعقل بالفكر وهي رؤية أعمق من رؤية الحواس هذه الرؤية ويعتقدون بأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وكل ما ورد من أحاديث كعب الأحبار أو متأثرة بكعب الأحبار أيا كانت إما تؤول أو ترد هذه القاعدة العامة التي عند المسلمين شذ جماعة أمويون هؤلاء الذين هم الوهابية وتبنوا عقيدة ابن تيمية المجسم الناصبي ونشروها في الجزيرة وساعدهم الغرب والآن بأموالهم يحاولون أن ينشروها في الأمة الإسلامية وينشرون الكلام ضد عائشة ليش أن النبي ما رأى ربه ليش رأى ربه ولما تناقش هؤلاء مصيبتنا مع هؤلاء أنهم يكذبون على المسلمين يقولون لا نحن ما نجسم لكن لا نرانا في التجسيم يقولون ماذا يقول إمامكم أما وصف إمامكم رب العالمين والعياذ بالله بأنه شاب أمرد يلبس نعلين من ذهب ويلبس قطيفة حمراء أيضا هو وأحاديث يقول هذا صحيح هكذا الله والعياذ بالله ما عندكم يحاولون يينفون تفضلوا حتى نناظر ونناقشكم يهربون ويقولون أن الأزهريون يهربون من نقاشنا الشيعة يهربون من نقاشنا هو هارب هذه المكابرة والفجور نحن قلنا ونقول أن نعتقد نحن المنزهون والمذاهب الأربعة وهم المجسمة وحاضرين مع كبار مشايخهم أن نثبت لهم أن إمامهم مجسد وأن معبودهم صنم جسم يعبدون جسما ويحاولون يعبدون المسلمين جسم لكن يقولون لا تخبروهم إلى هذا الحد هذه الوقاحة الوقاحة من مشايخ الوهابية لا يخبرون فيها أمراءهم لا يخبرون فيها مثقفهم يعقفوها عن المسلمين هذه مكابرة كمكابراتهم الكثيرة التي رأيناها هو مجسم يقول لك وحد وحد الله يرفع رأية التوحيد عمي أنت مجسم مجسم تعبد عجلا يقول لا أنت وحد لازم نتوحد الله إذا ما توحد معناه يجب قتلك عجيب هو يتحكم وديكتاتور يقول يلا أقم الديمقراطية أنت صير ديمقراطي عمي حضرتك ديكتاتور يقول لا أنت لازم نصير ديمقراطي هذه حالتنا نحن في عصر توجد موجة من هؤلاء اللي يسمون نفسهم سلفية أهل اللحاية الطويلة يسمون نفسهم مولا في واقع وهابية وأتباع ابن تيمية هؤلاء مدفوعين بالمال ومدفوعين بحالة من النصب ومن العداء للمسلمين لأن المسلمين منزهون يخالفونهم إخواني الأعزاء نحن نحاول في هذه الحلقات العقائدية إن شاء الله أن نشرح التوحيد الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وبلغه هو وبلغه القرآن بلغه أهل البيت عليهم السلام دافعوا عنه وانتبهوا ديروا بالكم ليحبط أعمالكم هؤلاء الوهابيين ابعدوا عن معبودهم معبودهم شر معبودهم شاب أمرد عفن معبودهم صنم ابعدوا عنهم لما تصير سلفي يعني معبودك نعوذ بالله من هذا النوع لابس لك قطيفة حمراء وشاب أمرد وليش سووا أمرد لماذا سووا أمرد معنى في قلوبهم مرض هؤلاء إخواني الأعزاء لاحظوا أننا ابتلينا ابتليت أمتنا الإسلامية في عصرنا بأناس مكابرين ليسوا حاضرين أن يأتوا لمناقشة ولا مناظرة ينكرون حتى كتبهم ويحاولون يهرجون وهو يقول أن نحن أهل التوحيد أهل التوحيد بلد التوحيد مذهب التوحيد وشايلين راية التوحيد حتى يسوق الناس بالتوحيد ومن لم يكن على مذهبهم هذا يكفرون ويقتلون هذا مما ابتلين به لكن الذي يهون الخطبة أن الأمة الإسلامية الحمد لله بدأت تعيهم وبدأت تعرفهم صحيح أن ملياراتهم تبذل الآن وتؤثر لكن تأثير آني تأثير آني وعقائدهم انكشفت وافتضحت سواء في تكفيرهم في تجسيمهم في نصبهم لأهل البيت عليه وسلم في تزمتهم وتعنتهم في طعنهم برسول الله صلى الله عليه وآله تحريمهم زيارته واعتبار من قصد زيارته هذا كفر وشرك نعوذ بالله انكشفوا وسينكشفون أكثر نحن واجبنا أن نحذر الأمة الإسلامية من خطر وضرر هؤلاء عقيدياً فقهياً من مختلف الجوانب انتبهوا من ضرر هؤلاء هؤلاء عندهم حالة مرضية رحمة الله على الحافظ الصديق المغربي يقول الألباني صاحب هواء تابع هواء ما يمكنك أنه ترد وذهب إلى الألباني هو إلى المغرب إلى طنجة وناقشة يقول هذا تابع هواء نقل لي أحدهم يقول الألباني يدخل إلى مكتبة المخطوطات القديمة إذا شاف صفحة نافي عقيدة يأخذها من المخطوط ويضعها في جيبه يقلعها من المخطوط يريد يزور يصادر حتى العلم إلى هذا الحد إخواني الأعزاء علينا أن نستوعب توحيد الله سبحانه وتعالى من القرآن والسنة القطعية المتفق عليها عند المسلمين وأن نترك أحاديث التجسيم في رواية عن مالك بن أنس يقول من الذي نشر هذه أحاديث التجسيم من اللي نشرها في الناس قالوا رواها أبو الزنات قالوا ماذا أبو الزنات ليس من أهل العلم كان يعمل مع هؤلاء حتى مات كل عمر يشتغل الموظف عند بني أمية هذا صار نشرها هذا حديث أحاديث التجسيم بضعة أحاديث حرم روايتها مالك والآن يحتجون بمالك ويحاولون يكذبون على مالك صاحب المذهب وما شابه ذلك هذا الكتاب كتاب الوهابية والتوحيد كتبته لأثبت أن هؤلاء مجسمة وأن الأمة الإسلامية خالفتهم بسنتها وبشيعتها وهي ضد هذه العقيدة هؤلاء شذاذ عقيدتهم توحيدهم ليس توحيدا إسلاميا توحيدا وثنيا يهوديا بغضهم لأهل البيت عليهم السلام ونصبهم ليس من الإسلام لأن المسلمين أجمعوا على أن من يبغض علي فهو منافق خارج عن الإسلام بنص النبي صلى الله عليه وآله والحديث ثابت عند الجميع إذن هؤلاء الوهابية بتجسيمهم خرجوا عن الملة نحن ما نقول كفار ونجسين وغير ذلك لكن على القواعد خارجين نحن نقول الذي لا يفهم منهم لا يفقه منهم من عام لمعاملة المسلم ولكن هو خارج عن توحيد المسلمين وخرجوا عن حب أهل البيت عليهم السلام ببغضهم لعلي عدة كتب في السعودية كتبوها عدم شرعية خلافة علي طمعوا إلى هذا الحد تسلقوا يريدوا أن يثبتوا عدم شرعية خلافة علي وناقشهم أساتذة ولها مجرى المنح العام لهم هو التجسيم والنصب نصب العداء لأهل البيت عليهم السلام أقرأ لكم بعض فقرات الفهرس متى ظهرت أحاديث الرؤية والتشبيه وكيف أن أم المؤمنين عائشة قالت من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية فرية عظيمة على الله يعني حكمت هي هم هؤلاء الوهبية بحكم أم المؤمنين يقولون أمن أمن ويبتون عليها بحكم أمهم عائشة أعظموا على الله الفرية مفترون على الله فرية عظيمة لأنهم جسبوه هذا واحد وهذا رواية البخاري وغيرها بعدين الألباني يتجاهل هذه الأحاديث كلها ترفي مذهبكم يعبرون عنها لما شيء ضدهم يعبرون عنها يجدون شيئا بسيطا يتصورون أنه ييدهم يتبسكون به ويبدأون يطنطنون به حتى في قنواتهم بعد هاجموا أمهم عائشة وأساءوا معها الأدب بعدين آيات الصفات بعض آيات الصفات يظهر منها المعنى الظاهر كأنها تعني التجسيم يد الله فوق أيديهم هذه المسلم الأولوه يعني قدرة الله فوق قدرتهم وهو أبي قال له له يد له يد له رجل له حق له عين له 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 حتى يطلعون شاب أمرد فهذه مذهب المسلمين في آيات الصفات وكيف كفروا من خالفهم هذا أيضا عندنا ابن تيمية كيف جسد عندنا فصل مجدد تجسيم مجسمة الحنابلة ظهرت فرقة شاذة صغيرة سموهم مجسمة الحنابلة وكانوا في القرن الثالث والرابع أحيا أحياهم ابن تيمية في القرن الثامن مات ابن تيمية وهلك وراح تجسيمه ونصبه بعد خمس قرون أيضا إجا ابن عبد الوهاب هذا النجدي وأحياه أو أحيته أحيته الليرات الإنجليزية في الواقع وليس ابن عبد الوهاب إذن عندنا هذا في معبود الوهابيين عندنا فصل ما هي صفاته معبود الوهابيين من يعبدون يعبدون جسما يعبدون جسما محدودا ويقولون طول كذا ستين ذراع وأنه على صورة بني آدم ويلبس نعلين من ذهب ويقف في أرض خضراء ويلبس قطيفة حمراء وإلى آخر أوصافهم التي يصفوه بها والعياذ بالله طيب إن شاء الله نتابع نتابع هذا الحديث ونتلقى أحاديث التليفونات الإخوة الأعزاء وشكرا أتيت إليك يا رب العبادي بإفلاسي وذلي وانفراد وها أنا واقف بالباب أباكي زمانا ما بلغت به مراد أتيت إليك أتيت إليك يا رب العبادي أتيت إليك بإفلاسي وذلي وانفراد وها أنا واقف بالباب أباكي زمانا ما بلغت به مراد أتيت إليك زمانا ما بلغت به مراد بسم الله الرحمن الرحيم إذا عندكم تليفونات للإخوان حولوها وفي الواقع هذا الموضوع موضوع التوحيد يحاول أن يهرب الأخي عبد الله من السعودية تفضل أهلا وسلم تفضل السلام عليكم عليكم السلام أهلا الشيخ عليك الحمد لله أهلا أهلا وسهلا تفضل تفضل الشيخ علي بس قبل قريب قلت لأمكم عائشة فهل عائشة ليست أما لك هذا السؤال الأول السؤال الثاني قلت بك لأنه في السعودية توجد كتب تنفي ولاية علي بن أبي طالب فحبنا لو تأتي بهذه الكتب وتعرضها على الشاشة شكرا أولا إذا أنت تحترم عائشة وأمك عائشة فإتبع مذهبها هي تقول أن الذي يقول إن محمدا رأى ربه أعظم على الله الفرية وإمامك ابن تيمية أو مشايخك هؤلاء مجلس كبار العلماء كلهم يقولون رأى محمد ربه يعني هم بفتوى عائشة وبرأي عائشة مفترون على الله أول أعطينا جواب عن هذا يعيني ما يكفي يقولون أمنة يقول هؤلاء أمنة وهي تقول إنهم يفترون على الله فرية عظمة أعطينا رأيك في هذا بالأول وشكرا وأما الكتب المضادة لأهل البيت عليهم السلام في السعودية فحدث ولا حرج وعندك حتى في المكتبات العامة قسم أن هذا الكتاب يحفظ ما يعطى للقراءة وعندك كتاب تطبعون إمتم إلى الآن تطبعون يزيد أمير المؤمنين يزيد المظلوم منه ظالمة الحسين ظالمة هذا مو ضد أهل البيت هذا موجود كتاب عندكم كتاب الجبهان الذي يتكلم على الإمام جعفر الصادق لهو أستاذ المذاهب ومقدس عندهم يقول جعفر الكاذب هذا هذا الخبيث المحروق وأمثال من الكتب والكتب التي ضد أهل البيت عندكم كثيرة وتخافون من كتب الشيعة لو كنتم أنتم عندكم مستوى علمي خلوا كتب الشيعة تدخل ليش بالجنادرية تمنعوها ليش بالمعارض الكتاب تمنعون الكتب الشيعية يجعل الكتب الشيعية تدخل وكم وكم من كتاب ضد أهل البيت عليهم السلام عندكم في السعودية وشكران طي الأخ تفضل من المدينة أهل وسهلا عايد تفضل 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 أخي تفضل تفضل أهلا وسهلا تفضل أهلا وسهلا تفضل أهلا وسهلا نسمعك عمي سلام السمحة الشيخ عليكم السلام أهلا نور السمحة يحفظك الله ويبارك فيك تفضل الشيخ يمكن نشاهد برنامج برنامج المادي ومن نسابق في غناتان البيت الآن لا ما يمكن عمي في قناة ولاية أنا وعدتهم إن شاء الله رح يطورونهم هذا القسم ووعدتهم أني أعطي وقتا أكثر إن شاء الله إن شاء الله نكون معكم بوقت أطوال وشكرا لك لخ خالد تفضل خالد من السعودية تفضل أهلا وسهلا عليكم السلام أهلا عليكم السلام أهلا أخ خالد تفضل يا شيخ تفضل سلام عليكم عليكم السلام أهلا تفضل أخي يا أخي هل تعتقد يا شيخ إن إحنا نكره علي بن عبي طالب رضي الله أنا في السعودية أعتقد أنكم تكرهون ليش أنا أثبت لك أنا أثبت لك أثبت لك توجد مدرسة يا أخ خالد في القطيف اسمها مدرسة اسمها الرسمي مدرسة علي بن أبي طالب جاء المدير في مراسلات إلى المدرسة مسكين كتب مدرسة الإمام علي بن أبي طالب فجاءه من الوزارة توبيخ هذا وحده بعد كل المسلمين يقولون علي كرم الله وجهه وإمامكم أحمد بن حنبل مسندة مملوء من هذا كرم الله وجهه ما شاء يخكم الوهابية يقولون حرام تقول كرم الله وجهه يعني لم يسجد لصنم هذه فيها تعريض باللي أربعين سنة سجدوا لصنم يعني فلان وفلان من الصحابة حرموها هذا بغض لعلي بغض لعلي بن أبي طالب أو لا كرم الله وجهه المسلمون كلهم سنة وشيعة يقولون هذا وتجون أنت تحرمون بفتوى تحريم كرم الله وجهه هذا بغض البغض أحمر أو أخضر عني كل هذا حب أو بغض وشكرا الأخي عبد الله السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا عليكم حياة الله الشيخ العزيز أهلا بكم ما حكم عند باقي المذاهب الأربعة من قال أن الله جسم لك الأجسام وما الفرق بين هذه العبارة وبين العبارة التي تقول أن الله يدين وكلتا يديه يومنا وشكرا في بعض المحققي المسلمين علماءهم يقولون أول شيء العبارة الرسمية لعند المسلمين كلهم أن الله شيء لك الأشياء سئل الإمام محمد الجوار سلام الله عليه هل نقول لله إنه شيء قال نعم تخرجه من الحدين حد التشبيه وحد التعطيل نعم شيء لك الأشياء فبعضهم يقول جسم لك الأجسام يعني شيء لك الأشياء فعنده يصح لكن نحن ما نفضل هذا نقول شيء لك الأشياء سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هذا واحد إذن الذين يقولون جسم لك الأجسام هؤلاء بعض المسلمين وحالات نادرة وإلا الصيغة الرسمية عند المذاهب الأربعة والشيعة والمعتزلة والأشاعر والكل والما تريدية أنه شيء لك الأشياء سبحانه وتعالى وأما أولئك اللي يكون له يدين وله حق وله أنف وله أذن وله متن ويركض ويهرول وينزل كنزولي هذا وينزل ابن تيمية عنه المنبر وغير ذلك هذا تجسيم هذا خارج عما يقوله المسلمون كلهم وهذا تجسيم يا أخي وشكران نحن نقول أنه يداه مبسوطتان عز وجل هذه نعمته مبسوطة ليس معنى له يد كيدنا أو رجل كرجلنا هذا لا يصح وشكران أخ أحمد التفضل السلام عليكم عليكم السلام أهلا معك أحمد سني المذهب طبعا أنا بستمع دائما لكلامك لكن هو سؤال ما حيرني مش الأفضل أننا نستم بتوعيد الناس السرقة بالصلاة ويننتشر فيهم الزنة ويننتشر فيهم السرقة من أننا ندور على الخلافات الموجودة بلد المذهب اللي ربما يعني لا تثمن ولا تغني من جواف هاي الأيام اللي نحن فيها الأفضل دور على الاتفاق مش على الاختلاف دا رأيي المتوابع شكرا 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 لك يا أخاني الكريم أحمد وأنا معك الوضع الطبيعي لأمتنا الإسلامية أن تتكلم بالمشتركات وتترك الاختلاف لأن مشتركاتها كثيرة وعداءها إسرائيل هذا الآن ها الآن جاء تضربنا يمكن الآن عندها غارات على غزة جاء تضربنا الوضع الأفضل أن نوحد الأمة الإسلامية في مواجهة عدوها وأن ننشر بينها التعاون لتطوير وضعها لتعاون على الخير هذا الوضع الطبيعي لكن يا أخي ابتلينا بفيروس وهابي هذا ليلة نهارا يعمل لتفريق الأمة وتكثيرها فلازم فلازم نحن نستأصل هذا المكروب وأنا أقدر باقينا عشر خمسطعش سنة حتى يتم استئصال هذا المكروب الذي هو يفرق الأمة ويركز فقط على الفروقات في هذه الأمة فنحن لازم نجيب على شبهاتهم ولازم نتعاون جميعا على استئصال هؤلاء والحمد لله أن الأزهر نهضى والآن بدأ يعطي موقف من الوهابية من عقائدهم وشكرا لك أيها الأخ فضل الأخ صائب صائب أو صائر تفضل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سائر أهلا وسهلا حياكم الله سماحة الشيخ سماحة الشيخ بداية حول قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا يعني بعضهم يأخذ هذه الآية ويقول أن الله يصف بالمجي والبهاب بينما في مدرسة للبيت عليه وسلام في قول الإمام الرضا عليه وسلام فاستر قوله تعالى وجاء عمر ربك والملك صفا صفا أما الثالث سماحة الشيخ أنه سبب دخول هذه التجسيم من اليهود وغيرها إلى الإسلام هل هو قعد الأحضار الذي جلت على منبر رسول الله يبتل الناس بعلم اليهود والنظارة بعد أن أخرقت كثير من أحاديث رسول الله التي يمكن أن يستفاد معها المسلمين لتفسير بعض النصوط القرآنية أما المثل الأخير سماحة الشيخ حول ما ذكرت أنه موجود مدرسة باسم الإمام عليه عليه السلام فالآن موجود في الرياض مدرسة باسم يديد ابن معاوية قاتل الإمام الحسين عليه السلام الذي وصف مقت السعودية لأن حكومة وحكومة شرعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك يا أخي عندنا يا أخ ثائر يا أخوان الأعزاء قاعدة أن اللغة العربية أولا مبنية على المجاز والكناية والتشبيه والاستعارة وهذه بلاغة اللغة العربية سعتها فعندما تجد آيات من القرآن يفهم منها كأن الله بذاته يأتي ما يمكن بذاته ما يمكن أن يأتي ليش عندك كل الكون ظرف ظرف المكان هو الظرف لكل الكون الزمان حركة الموجود الماد داخل هذا الظرف الله من غير هذا الظرف سبحانه وتعالى فلما تقول جاء وتحرك تعطيه صفة الماد صار من المخلوقات صار من الكتلة المكونة كل مخلوق خاضع لقوانين الزمان والمكان الله فوق قوانين الزمان والمكان لأنه خلقها بدأها من الصفر وكلما أردت من مشايخ الوهابية جاوبوني يهربون أقول هل أن وجود الله عز وجل اللي هو عندك ينزل ويصعد شاب أمرد خاضع لقوانين الزمان والمكان أو فوقها ما يجاوب ما يجاوب إذا قال خاضع لقوانين الزمان والمكان مخلوق إذا فوقها إذن كيف تقول تجسمه فإذن يا أخي الكريم هذه الآيات كلها لابد أن يفسرها العلماء المتخصصون بما يناسبها وحاشا لله أن يخضع لقوانين الزمان والمكان وأما التجسيم فأنا أعتقد أنه نعم أصله كعب الأحبار كعب الأحبار ابن ماتع هذا الشخص اللي أطلقت يده في الخلافة الإسلامية وصار المستشار وصار له هو وأمثاله له مجموعة من تلامذة حتى عبد الله بن عمر بن عاص الميذة حتى أبو هريرة يروي عنه يروي عنه وبعض مقولات كعب حولوها إلى أحاديث نبوية إلى هذا الحد ووهب ابن منبه وأمثالهم كعب الأحبار هو رأس الحركة الثقافية اليهودية داخل الأمة التي مع الأسف أنه الخلافة أعطته مجال في المدينة ثم أطلق يده بني أمية فزرع ما زرع وغرس ما غرس ووقف له أهل البيت عليه السلام أي موقف نعم ما تراه من تجسيم وجبرية من تجسيم ونصب وجبرية والتنظير لها كله مدرسة كعب الأحبار كعب الأحبار وتميم الداري تدري ممنوع واحد بالمسجد يقول خال رسول الله ممنوع يحبس لكن تميم الداري وكعب الأحبار لهم مجلسان يحدثون عن أهل الكتاب ولا حرج النبي قال حدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج يعني كل ما قلتهم قلتم من سيئاتهم فلا حرج ويقولون يعني خذوا من علمهم ولا حرج لهم مجلسان مجالس يثقف المسلمين بثقافة أهل الكتاب وقال رسول الله ممنوع واللي حدث قال رسول الله حبسهم حبسهم عمر لأنهم حدثوا أبي بن كعب اللي هو يقول سيد المسلمين على شيبتا حبس لأنه قال جلس في المسجد يحدث عمي ناس جايين يريدون يعرفون نبي اللي مات عندكم ماذا قال ممنوع لكن كعب الأحبار يده مطلقة في حركة من هذا الموضوع وكله من كعب الأحبار تفضل أخي أبو علي تفضل أخي أبو علي نروج طيب بقي سؤال للأخ ثائر عن يزيد مدرسة باسم يزيد ابن معاوية حشرهم الله مع يزيد الذين سموها وأجازوا تسميتها مدرسة باسم يزيد هما يحاولون يسوون فضاء ليزيد واحد قلت له أنا أحدثك بفضاء ليزيد خلي اقرأ قول يفرحون هو محب له لما ينشر عن قلبه تحدثه عن فضاء ليزيد هؤلاء في الواقع ما يحبون أهل البيت عيون السلام شوف يا أخي قاعدة إذا واحد قتل أمك وأبوك وأهلك جزرهم إذا أنت تحب ما نتكره هؤلاء ما يمكن لا يجتمع في قلب مؤمن حب ظالم أهل البيت ما حب أهل البيت يكذب أو عنده خلال يتخيل هكذا ما يمكن هؤلاء اللي يسمون باسم يزيد نعم هذا كره لأهل البيت عليهم السلام وشكران تفضلوا إذا فيه تليفون تفضلوا أخ حسن تفضل السلام عليكم شيخنا عليكم السلام أهلا عطر الله أنفاتك شيخنا جزاك الله خير جزاك المحسنين الله يحفظك ويبارك فيك الله يعزك شيخنا شيخنا الحديث اللي يرويه الشيخ سيد الكاشاني يقول لو علم الناس كي تبتدأ الله الخلق ما اختلف اثنان إن الله خلق ماء عزبا فقال كن ماء عزبا أخلق منك جنتي وأهل طاعتي وكن ماء وخلق ماء أجاجا قال كن ماء أجاجا أخلق منك ناري وأهل معصيتي فأمرهما فابتججا شو معناه يعني تقصد أنه ما معنى هذا الحديث هذا يا أخي يا أخ حسن فيه تفسيرا تفسير يرجع الأمور إلى التكاوين تكوين وتفسير يقول إن الله عز وجل أخذ امتحان الناس كلهم في عالم الذر أو عوالم أخرى قبل أن يأتوا إلى الأرض وأنه الإنسان في الأرض هذا أنا أمين له وأن الإنسان في الأرض يطبق مختاره هناك إذن هو مختار وحازم أمره ينفذ مختاره هناك لو علم الناس مراحل خلق الإنسان وقوانين خلقه وأنه في عدل وأن هذا الشرير سيكون شريرا لأنه اختار الشر من هناك والآن نسخة لما اختاره هو يطبقها هذا أيضا معنى الحديث يا أخي وشكران أبو زينب تفضل السلام عليكم عليكم السلام أهلا الله يبارك فيك ويعزك هذا الخط مباشر تفضل أنت منين لست من العراق من السعودية ما قبل ها أنت من السعودية واسأل مشايخك عن المسيار ما أدري بسأل اسأل عندكم عشرين عشرين نوع من الزواج عندكم سوق بالرياض ما تستحون الشيعة عندهم أحلوا المتعة صار لهم ألف وأربعمائة سنة ما صار الهبازار مشايخك الوهابية سووا زواج المسيار والمسفار وعدة أنواع من الزواجات وفي الرياض الآن وفي الإنترنت في مراكز عمي وأسعار أيضا سويت لهذه الزواجات إذن زواج المتعة مستور على كتاب الله وسنة رسوله وشوفوا الزواجات اللي عندكم وأسعارها أسعار هذه الزواجات اللي موجودة عندكم وفضيحة اللي بالرياض صارت هذه اللي بالزوجة زواج مسيار وبالزوجة واحد الصحف نشرتها متزوجة واحد يشتغل في أبها فيجيها في يوم راح لما راح الطائرة شافت أخرت رجع إلى زوجته فوجد عندها شخصا آخر أيضا متزوجتها مسيار ليوم آخر لما رجع إلى هالفضائح التي عندكم اسكتوا استحوا على أنفسكم عندكم زواج الكبير استحوا على أنفسكم بهذه نسائكم يفتون مشايقكم أنه يروح أن يرضى عن الرجال والشباب وما يستحون على روحكم يسألني عن زواج المتعة لهو بشروط وأحله الله عز وجل وله شروط الشرعية واحد يقول لابن عمر كيف أنت تفتي بحلية الزواج يقول برأي أبي شلون قال أبي قال أنه متعتان كانتها على أحد رسول الله وأنا أحرمهما إذن أبوي يقول كانت على أحد النبي أنا أمشي على الأول استحوا على أنفسكم لما تجدون هذه الفضائح من فتاة ومشايقكم وما نتج عنها تسألني عن المتعة نعم المتعة عند كل المسلمين منهم في مصر من يحلها في الشام من يحلها في أندونيسيا من يحلها هذه مسألة اجتهادية وشكرها سيد علي تفضل سيد علي أبو علي من نروي تفضل 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 نعم سلام الخاص إلى تحيات وإن شاء الله الله ما يبدل خطأك هذا الطريق الصحيح أنا عندي مداخلة بخصوص يعني أجمع تحتاج كين يعني يقول نحن ما ننتقد إيمان هاي أو ما نبغ ضي في أحد فتاة وفتاة أعتقد الشيخ أسيامي أبو الزبين يقول أنه كل ما تكرم الله وجهه أبو الشيخ ما معي معاكم نعم أسمع أسمع اختصر إنه إنه يقول كرم الله وجهه سألوه إنه شو المعنى بكرم الله وجهه إنه هذا يعلم أنه ما طلع على عورة أحد أو أنه ما حسنع يعني هذا الكتاب موجود هو فتوى لأحد مشايخ المحابية شكرا لك شكرا شكرا لأخينا الأخ أبو علي نعم هذا ذكرها في كتاب لكن ارجع إلى فتاوى فتاوى لجنة الفتاوى فتاوى كبار مشايخهم محرم هذا ليش لأنه كرم الله وجه لم يسجد لصنم ولأن أبا بكر عمر أربعين سنة كانوا يسجدون للأصنام إذن هذا فيه تعريض فيهم المسلمون قالوا له كرم الله وجه ليس معناه تعريض بالآخرين إذا نذكر فضيلة لواحد إذا نعرضنا بالآخر الآن إذا أنا أقول هذا دكتور ها يعني اللي يم هذا أمي إذن لا تقول عندنا دكتور حرام لأنه يمس بذاك إذا نقول عن السعودية هي بلد جيد لا هذا تعريض ببلد قربها حرام ذلك ما هذا المنطق الأعواج نعم هذا كره بأمير المؤمنين عليه السلام كما تفضلت في كتبهم يذكرون وفي فتاوى لجنة كبار علماءهم يفتون بها أنا أعوذ بالله هذا من بغضهم وكرههم شكرا لكم طيب طيب نحاول نحن فيما بقي عندنا أن نعطي خلاصة أو فكرة عن الفهرس فقط فهرس قضية توحيد الوهابيين الوهابيون ليسوا موحدين بل هم مجسمة نحن لا نكفرهم وعندنا فتوى لسيد الخو يقدس الله النفس يقول أنه إذا كان مشبها مجسما لعدم فهم يعني نقول أنه أذهانهم مبلطة ما يفتهمون لا يفقهون جهلا ما يفهمون ولكن ما نكفرهم إذا كان سبب ذهن ذهن يا إخوان الأذهان متورات مثل متورات السيارات والأذهان أيضا أنواع هؤلاء كل ما ترى فيه مصبوبين صب خاص ليقبل أن يكون وهابي صب خاص غلظة الذهن وكل شيء أسود أو أبيض ومن يفقه أجدر أن لا يفقه حدود الله هؤلاء إذا كانوا مجسمين بسبب شبه وجهل ما نقول أنهم ليسوا مسلمين كفار لا ولكن نقول أنهم مجسمة ونقول أنه الذي يريد أن يعرف التوحيد عليه أن يرجع إلى أهل البيت عليه السلام أولان هم مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعليهم بابها بعدين الذين استوعبوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنا اللي أرجوه الذي يريد أن يفهم التوحيد أن يقرأ خطب أمير المؤمنين في نهج البلاغة في التوحيد وأوصاف الله عز وجل حتى يثبت عقيد تو يعرف العمق والفكر وعمق توحيد الإسلام وأنه هو سيد الموحدين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله التلميذ الأول لرسول الله في التوحيد علي بن أبي طالب ويقرأ كتاب التوحيد للشيخ الصدوق رضوان الله عليه هذا الكتاب الذي هو جامع لأحاديث النبي وأهل البيت عليه السلام في أبواب التوحيد المختلفة أنا باعتقادي لو كان له مستوى علمي خاصة علماء إخوان العلماء في مصر أنا اعتقادي والآن يمكن من الإنترنت تتحصلون هذا الكتاب التوحيد للصدوق ونهج البلاغة الحمد لله في مصر وشرح الإمام محمد عبد ومشتهر خطب التوحيد في نهج البلاغة وكتاب التوحيد للصدوق فيها معين فيها حقائق فيها كنوز فيها جواهر أكثرها إذا لم نقل كلها ما يفقها هؤلاء البدو ماذا نصنع هيئة كبار العلماء الذي يفقها الفقهاء العلماء أصحاب الأذهان أصحاب الأفكار الذين يعرفوا خصائص القرآن وأسرار القرآن الحمد لله الذي هدانا إلى توحيده من كتابه ومن وحي رسوله ومن من حفظ توحيد رسوله الحمد لله أننا نوحد الله عز وجل توحيد عليا وأهل البيت الطاهرين صلى الله عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا أفرانا أسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر